ووصلنا لرسالة الحلقة كثير من الناس تهجروا في ظل الحرب بذي وكثير من الناس فقدوا أعمالهم ووظائفهم وتغيرت حياة الكثيرين لكن في ناس قدروا يتغيروا للأحسن وظل مطلوب 17 شاب في 100 يوم أتموا حفظ كتاب الله كاملا الشباب استغلوا فترة الحرب وتوقف الجامعات والأعمال وتوجهوا لحفظ كتاب الله وظل مطلوب من كل سوداني أن الحرب بدي تكون فترة رجوع إلى الله وفترة تغيير للأحسن والأفضل عشان تكون فيه استفادة حقيقية من الظروف اللي مرينا بيها وعشناها أثناء تصوير الحلقة دي وردنا خبر استشهاد الزميل السابق في غناب طيبة متوكل الدسوقي ربا إن شاء الله يرحموا ويتقبلوا في من عنده وكان من أوائل الناس اللي لبوا نضاء الوطن والتحق بقوات الشعب المسلحة من ضمن المستنفرين ربا يرحموا ويرحم جميع شهداء الوطن